يمكن زي ما قلتلك تكلموا مع محمد شريف حيث محمد شريف فاضل في عقده Soo Ba Later كلموا مع محمد شريف انه في الزمالك انه يجي الزمالك ويمكن قعدوا قعدة معايا والرجل مرحب خاصة ان هو في يناير اللي جاي من حقه انه يوقع لا واحدة واحدة بس نمشي اقول عاش scalesiganه ده بيش م trop Jen محمد شريف الزمالك قعد معاه قعد معاه بالفعل ومحمد شريف مرحب ان نروح الزمالك خاصة انه نحسن مش لاقفة فرصته في النادي الاهلي وشاف إنه هو بقى يعني يبقى بيتريكي مشاكل كبير جدا فده طبعا من الحاجات المفاجئات اللي كانت موجودة ويمكن صحيح هو عنده عقده ينتهي لنهاية الموسم ويمكن حتى السيد رحمة كان بيتكلم إنه هو هيبقى عايزين يعروه أو يخرجوه أتوقع إنه هو يرفض الخروج خروج العرى أه الخروج العرى يعني الخروج العرى توقع إنه هو يرفض الخروج لإنه هو هيبقى محتاج إنه يلعب بشكل أساسي في شكل كويس عشن يرجع المنتخب ويقدر يتشاب بشكل كويس إنه هو في الأهلي حاسس إنه كان مظلوم في الفتر الأخيرة دي خاصة إنه موسماني واحد زي موسماني قضى عليه نفسيا وفنيا ويقدره ما قفتش جنبه فدي كانت مشكلة يمكن من المفاجئات إنه يمكن كابتن سيد عبد الحفيز يكون ده الموسم أو سيزون الأخير ليه في النادي الأهلي إنه هو يكمله ويمكن يعني فيه كلام كانت قال إنه هو اعتذر لكابتن محمود الخطيب مرتين عشان يمشي ويسيب لكن هما تمسكوا فيه في فتر الفاتد ديت ويتوقع إنه هيبقى رحيله في الهينة الموسم